أهلا وسهلا مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج عبرة في كتاب اليوم حلقتنا مميزة وحلوة كتير غريبة يمكن شوية على البعض رح نحكي فيها عن روايات رائعة الكاتبة يلي رح نحكي عنا هي فرانسين ريفرز فرانسين هي حاليا من أشهر الكتاب للروايات المسيحية عرفت بأكتر من 30-40 كتاب وحصلت على جوائز عديدة من أجل جمال اللغة والأسلوب والقصة الرائعة فخليكن معنا تنعرف شو هي روايات يلي رح يحكي عنا اليوم ببرنامج عبرة في كتاب موسيقى خلونا نسافر سوا على بلاد الذهب الجبلية في كاليفورنيا سنة 1850 زمان فيه كان رجال يبيعون أنفسهم لأجل كيس من الذهب ونساء يبعن أجسادهن لأجل مكان يبتن فيه وها هي أنجل لا تتوقع من الرجال سوى الخيانة والغدر فبعدما بيعت للبغاء في صغرها تبقى على قيد الحياة بإذكاء حقدها وكراهيها وأكثر ما تكرهه هو الرجال الذين يستغلونها تاركينا وما إياها خاوية وخامدة وجامدة داخل كيانها رح نحكي اليوم بحلقتنا عن قصة الحب المحرر من أروع ما كتبت فرانسين ريفرز بداية أنا بحب رحب بليندا جدعون أهلا وسهلا فيك ليندا شكرا أهلين كلاودات الحج كلاودات نحن عادة أنا معوادين أنه إذا بدنا ننمى روحيا أما تكون علاقتنا أقوى بالله نقرأ الكتب الدسمة الكتب التعليمية الصعبة يمكن فهمها لكن هل يمكن لرواية أنه تقربنا من الله أنه تبني علاقتي مع الله صحيح كلنا بنعرف جريس أنه القصة أو الرواية هي بتكون كصديق بين إيدان اللي عم يقرأها فبالخلال ما عم بتقري الرواية بتصير بتشعري أنك أنت في محلات صار آه بدك تبكي أو صار قلبك عم يدق بسرعة أو بتكون بس يكون في مقاطع فرحة بتحسي حالك أنك أنت كتير مبسوطة هيدا إذا بنا نحكي كصديق يعني كأنه قاعد معك عم تحكي أنتو هي عم بيشكيلك همه بتشوفي وخاصة إذا كان الكتاب روحي بتحسي أنه تعاملات الله هي هي يعني هيدا القصة اللي بين إيضايكي هيدا بترجع لألف وثممية يعني من مية وخمسين سنة لورا فبتشوفي أنه معاملات الله هي زيتا ما بتتغير فهيدا الشي بيعطيني ثقة ثقة أكبر بالله بيعطيني أمل أنه اللي صار من زمان بالماضي حتى لو هلأ أنا عم بمرق فيه الله قادر يغير وقادر يحرر قادر هلأ أشعر بحبه المحرر مثل ما كلنا بنعرف أنه الكتاب هو كتير مهم يكون بين إيدينا إحنا وعم نقرأ نعيش معه نتفاعل معه لأنه بتحسي أنتو عم تقري وتقلبب هالصفحات يعني إذا ما ناخد الرواية اللي بين إيديكي بنحس أول ما بتبلشي تقري فيها بتقولي شو هالظلم ما في محبة بعد شوية بتصير تحسي بمحلات صورة تبكي بمحلات لأ فرحانة للي صار فبتحسي من خلال الكتاب اللي هو هيدا من 150 سنة لورا هيدا القصة ما زالت محبة الله غير المشروطة موجودة هلأ فهيدا الشي بعزيني كأنه الله ما بتتغير تعامله عبر سنينين يمكن أنا بتغير محبته بتتغير لكن هو محبته أبدا ما بتتغير حتى المشاكل هي هي يعني اللي كان من زمان بعض لهلأ وهيدا الشي بيشجعنا نحنا أنه الله بعضه بيقبلنا مثل ما نحنا بيعيوبنا بأخطاءنا بقدم المحبة غير المشروطة صحيح ليندا شو رأيي كيف هي رواية تقربني من الله أكتر؟ بالحقيقة لأنه الله بيتعامل معنا بأنواع وطرق كتيري فإحدى هيدا الطرق هو من حياتنا اليومية وقتلنا نحنا مناخد أي كتاب ومنقرأه فكل كتاب كتب وخاصة مع الكاتب المشهورة فرانسين ريفرز في عبرة من كل رواية كتبتها فهيدي العب رواية أنا بياخدها لحياتي وبعيشها مثل عبرة هيدا الكتاب يلي محبة الله غير المشروطة وكيف أحبني أنا كفرد بهيدا المجتمع وبهيدا الحياة فهيدي لحالة بتقربني منه وبتخليني أني أنا أحبه أيضا حب متبادل كلاودت بس نقرأ قصة الحب المحرر من أول كم صفحة بتحسي تصابة بالاكتئاب يعني بنت صغيرة عمرة 8 سنين بيه بكرهها رفضها إما مش عارفش بدأت عمل فيها بحالة فقر بتعتير تبيع للبغاء على عمري كتير صغير بتتعذب تكبر على كرهة للرجال بيكبر عندها حقد مخيف بقلبها وبعدين ما رح خبر بقية القصة حتى المكاملين يقروها فبتحس إنه شو هالعذاب شو هالألم بجيك كتير تساؤلات إنه يا الله ليه بتسمح لبنت لطفلة عمرة 8 سنين تتعذب هالأد طب هالأله عادل هالأله ظالم فبيصير عندك هيدول الأسئلة واحد بتخبط فيهم شو رأيك بتحس مظبوط إنه في حياة مش زابطة أول ما ببلش تقري القصة بتحس إنه فيه ألم وبتقول يا رب ليش هيدا الشي بس نحنا مرات بننسى إنه الله هو اللي ماسك بالزمام والأمور إذا بدنا نشوف قصة بيا وإمة لسارة إذا أخذنا هو اللي هو أليكس وإمة ماي اللي هني بلشت حياتهم غلط يعني إحنا ما فينا نحكم من أول ما منبلش على البرواية هني بلشت حياتهم غلط لإنه كان ارتباطهم غير شرعي وهيدا الارتباط الغير شرعي هو اللي عطى نتيجة تعد زنا اللي عطيت سارة فشو بدك من عائلة مش مترابطة فيها قره شو بدون يربوا داخل هالفتاة الصغيرة صارة فبالعكس الله موجود نحنا منشوف الصورة الصغيرة لكن الله بحياة سارة بهيد القصة كأنه كان عم يرسم لوحة إذا بتطلع فيها بالأول بتحسيها كأنه كلها خربشة لكن بالنهاية كانت لوحة رائعة تمجد الله وكأنه مستحقة إنه هي تكون بأعظم المتاحة في تنعارض هناك حلوها الوصف كتير يا كلاودات بس نقرأ القصة الحب المحرر منلاقي إنه في كتير شخصيات وكل شخصية أحلى من الثاني صح عطاعة 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 طول الأنات فبتخليك توقفي وقفي وبتقولي وين أنا وين أنا فمرات كتير منسمع أشياء منشوف اختبارات بتخليك توقفي وتقولي له يا رب إذا بدك ييني أنا أكون هايك متل ما صديقنا مايكل بقصة الحب المحرف أنا مستعد يكون فكانت شخصية جدا مميزة وكامينا الحلو إنه كيف مايكل حب شخص لا يصطحك هاذ المحبة صح يلي هي بمنظورنا البشرة صح نفس الشي الله حبنا نحنا البشر بمحبة غير مشروطة ونحنا ما منستحقها صحيح تشبه جدا محبة الله للبشر تعرفوا بالفصل بـ 21 في جملة كتير مهمة بقولها ديوك لإنجل ديوك هو الشخص يلي اشتراها لإنجل بقول الحب فخ يا أينجل أطلبي اللذة وحدها فهي لا تتطلب التزاما زائدا وهيدا الشي الشيطان يلي هلا عم بحاول يروجه إن كان بوسائل الأعلام أم بحايل له وسيلة أخرى صحيح إنه ما تأمنوا بالحب يا ناس ما في حب في لذة شو رأيك ليندا؟ أولا في أنواعي من الحب كتيري وتانيا مبادئ العالم غير مبادئ الله اللي أعلن في الكتاب المقدس فأولا إذا بدنا نحكي عن الحب كأنواع كتيري من الحب فمنشوف حب حب الأم لأولادها حب بعضنا كأصدقاء وحب الرجل للمرأة ولكن في حب الرجل للمرأة منشوف إنه الله خلق شعور الحب هو الله خلق هذا الشعور تال رجل والمرأة يستمتعوا فيه ولكن الله خلقه ضمن إطار الزواج أما بالعكس منشوف بالعالم عم بقدم أطعمة فاسدة وحب مزيف يلي هو منه حب أحقيقي يعني فقط لحظات بسيطة شباع الغرائز صحيح ولكن الحب الأكبر والحب الأحلى والحب يلي بدوم يلي هو الله نبع الحب والوجود الحقيقي هو محبة الله لألنا لبني البشر يلي حبنا من دون مين أنا ولا شو لوني ولا من وين جايي ولا شو جزيتي ولا مضيي ولا أنا شو وضعي الحالي الله حبني محبة غير مشروطة بعكس الحب يلي نحن منحبه لبعضنا يلي أمرار كتير بيكون مشروط صحيح فحب الله هو محرر ولكن بنفس الوقت هو أثارنا لأنه نحن كمانا جوابنا مع محبة الله لألنا صحيح بنهاية حديثنا عن الحب المحرر بدأ خبركم شغلة صارت معي قلت له لصديقتي اللي هي ملحدة لا تؤمن بوجود الله أنه تقرأ هيدا الكتاب فمن بعد ما قريته قلت له شو رأيك بالحب المحرر جوابتني قلت لي أنا ما بأمن بوجود الله لكن إذا كان في إله فهو إله مايكل حلو حلو كتير ومن بعد هيدا القصة هيدا البنت آمنت وهي هلأ من الأشخاص اللي تؤمن وتحب الله كثيرا واختبرت حب المحرر بحياتها رح نتابع أصدقائنا مع قصة جديدة بعد الفاصل إنها مكتبة الجيتوي التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الكتب الروحية باللغتين العربية والإنجليزية بحيث تتناول مواضيع متنوعة ما يشجعنا على تكوين علاقة صحيحة بالله بالإضافة إلى الهدايا الفريدة والمميزة ذات الطابع المسيحي لجميع المناسبات تؤمن مكتبة الجيتوي أحدث الإصدارات وأهمها على مدار السنة قوموا بزيارتها واكتشفوا بأنفسكم هذا التنوع الرائع الذي يغني نفوسكم ويوسع مدارككم عودي مشاهدينا لبرنامج عبرة في كتاب وهلأ رح نسافر سواء لا زمن آخر هو زمن القرن الأول الميلادي وتحديدا إلى مدينة القدس عندما كانت تحت حكم الإمبراطورية الرومانية وسنعرفك إلى شخصية لن تنساها ما حييت هدثة لنفس الكاتب الرائعة فرانسين ريفرز عندنا قصة كمية رائعة اسمه صوت في الريح ليندا مين هي هدثة؟ أول شي جريس من أجمل وأروع ما قرأت هو كتاب صوت في الريح للكاتب فرانسين ريفرز هدثة هي شابة كانت صغيرة بالعمر عاشت بمدينة أوروشالين بالقدس ومنشوف تاريخيا الاجتياح الروماني لمدينة القدس وتدمير الهيكل فيها وسبي الأهل اللي عايشين بمدينة القدس ومنشوف أن عائلة هدثة أتلت كلها أما هدثة فأخذت عبدي إلى روما وفي روما عاشت هدثة بعد مشوار طويل على الطريق وأحداث كتير يصارت عاشت هدثة بروما عند عائلة أيل فاليريان وكانت خادمتها لبنتهم يلي هي جوليا ومن هونيك بتبلش القصة مع هدثة طيب هدثة إذا بنا نحكي باختصار ليندا لشو بترمز؟ شو هي الصفات الحلوة بهدثة يلي فعلا ما بنقدر ننسيها لها الشخصية أبدا بالرغم من أن الكتابة بترجع فينا للقرن المينادي الأول ولمدينتين يلي هني أفاسوس وروما إلا بتحسي أن هدثة هي من الشخصيات يلي بتعيش معنا هلا بالقرن الواحدة وعشرين أولا اسم هدثة يعني اسم يهودي يعني ألآس يعني رائحة عطرة شجرة خضرة باستمرار فهدثة بترمز لكل شخص مؤمن مسيحي حط المسيح محور حياته فهي كانت خدمتها لجوليا فخدمتها بكل تفاني بكل إخلاص أحبتها وكأنه هدثة عم بتطبق كلام الرسول بولوسي اللي بيقول أيها العبيد أحب وسادتكم واخدموهم مش بخدمة العين كمان يرضي الناس ولكن كمان يرضي الله علما ليندا أنه جوليا سيدتها كانت كتير آسية معها كانت آسية وكانت يعني إذا بدنا نحكي شوية عن جوليا بتشبه كل إنسان بيستسلم لرغباته وشهواته وبيسعى أنه يحققها بالأسلوب والطريقة يلي بدوا إياه مهما كانت صح أو مهما كانت غلط صحيح إذا بنحكي شوية عن الشخصيات ليندا بهذه القصة في جوليا في ماركوس في هدثة في ماركوس يلي هو خيالة جوليا خيالة جوليا يلي هو شاب أريستوكراتي يلي عنده طموح بهذه الحياة مثل كل شاب أنه يجمع الثروة يكون عنده نفوز يكون عنده سيطرة كان بروما يشغل أهم المناصب فهو أحب لهدثة وشايف بهدثة بنت مختلفة عن كل البنات الأخريات فكان حبه كتير ولكن كان بنفس الوقت ينزعج منه لأنه كيف أنت عبدي وهو تقدم له بالنهاية بالزواج ومنشوف أنه هدثة رفضت حبه لماركوس فأيا بنت تتمنى أن تحافظ على حب حياتها ولكن هي رفضت حب ماركوس لأنه كان يعبد آلهة روما يلي هني زوس وهيرا وآلهة أفاسوس يلي هني أرطميس إلى آخره أما هي فكانت تعبد الإله الحقيقي اللي هو الرب يسوع المسيح فما لقيت شي رابط مشترك بيناتهم فرفضت حبه لأله فهو بيشاف بهدي الصبية شي مختلف عن باقي البنات يلي كانوا يستهووا وكان يحصل عليهم بسهولة فهدثة شخصية رائعة جدا وبتخليني يفكر شوي بالكتاب المقدس بسفر العبرانيين يلي بيذكر لائحة شهود أبطال في الإيمان ويلي بيخلينا ويدعينا أنه نحن نتمسك بهيدا الإيمان يلي هدثة عملت مثل الرب يسوع المسيح يلي من أجل السرور المحطوط قدام واحتمل الصليب وهدثة نفس الشي من أجل أنه توصل الله لعائلة بعيدة عن الله احتملت أمور كتير يلي هي أولا حبه للشاب ماركوس صحيح كلادت بنفس الموضوع اللي عم نحكي فيه نشوف بهدثة فكرة الأولويات أنه قدية كان عندها أولوية عظيمة لأله ولكلمة الله فحتى بس إجا التحدي الأكبر تحدي حب حياتها وقفت قدام تحدي كبير وكان فيه فصل الله أما الحب الذي لا يرضي الله بهيد الحالة فقديه مهم الأولويات بحياتنا وقديش تعمل منه أبطال يمكن مش أبطال بنظر العالم لكن أبطال بنظر الله جريس منشوف أنه إذا حطينا الله الأولوية بحياتنا كل الأمور التانية هي بتزبط لأنه نحنا بكون أول شيء محورنا حول ذاتنا متمحور حول عائلتنا حول أشغالنا ومننسى وجود الله لكن إذا نحنا من الأول بلشنا قلنا له يا رب أنت المحور لأن نحنا حواليك بنبرم فكل الأمور التانية بتصير من الأفضل يعني إذا الأولويات الله فالإشا التانية شو بدأ تكون بالحيات؟ إنسان يكون مستعد يعمل شو مكان قد ما كانت ثمن باهظ يدفعوا لأن الله هو الأول لإنت من لاحظ أنه بكتاب صوت في الريح كل شخصية من الشخصيات كانت عم تخدم سيد إن كانت جوليا كانت عم تخدم سيد رغباتها أما مثلا الماركس كان عم يخدم سيد لثتو والثروة والسلطان لكن من هو السيد الحقيقي الذي يجب أن نخدمه؟ منشوف عالمين مختلفين بقصة صوت في الريح أول عالم هو عائلة آل فاليريان يلي محور حياته كله هو الذات والأنا يلي عم تخدم مثل ما قلت جريش شهويتها وعم بيخدموا آلهة روما وروما أما منشوف معها دسة عالم تاني يلي محور حياته هو الرب يسوع المسيح يلي عيشته من خلال خدمتها لهذه العائلة فحتى بتشوفي كمان أنه السلام والفرح الحقيقي كان موجود عند هدسة مش عند جوليا وماركوس رغم أنه المنطق البشري بيقول أنه هدوليك لازم يكونوا فرحانين لأنه عندهم كل شيء لأنه عندهم كل شيء عندهم الثروة والغنى والبيت والوجيهة والسلطة فكان عندهم كل شيء بينما هدسة هي عبدة فقيرة فحيح كأنه هللي ما بيملكوا شيء والعبدة الفقيرة يلي هي هدسة يلي ما عندها شيء هي بتملك كل شيء لأنه بتملك الله يلي كانت تخدمه فمن هون الفكرة أنه مش يلي السعادة الحقيقية مش يلي الإشياء اللي بتعطيها العالم لأنه عم بتقدم أطعمة فاسدة ولكن الله يقول أنه سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم فكانت هي عم تخدم الرب يسوع المسيح ليندا بالعودة إليك ولا قصة صوت في الريح شو أكتر لحظة أو أكتر حدث بالقصة شدك؟ بالحقيقة القصة على مجملة رائعة جداً لأنها مكتوبة بأسلوب مشوق وسرد للأحداث بشكل متتابع فما بتقدر أنك تشيلي الكتاب من إيديك لأنه كتير كله حلو بس طبعاً بنهاية القصة في حدث رائع جداً أثر فيني يعني ما بدنا نخبر كل القصة تنطركها مشوقة للمشاهدين عم بيحضرونا تقطاد هدسة لتؤكل من الأسود بساحة المحاربين وهنيك بنشوف هدسة أنه ما فكرت بحالة بهيدا الظرف الصعب يلي تواجدت فيه كانت عم بتصلي لأجل ماركوس ولأجل جوليا ولأجل عائلة أيل فاليريان كلها سوا فإذا بتسمحي لي جريز إقرالك شي من الكتاب قالته هدسة نقرأه متل ما هو موجود هي وعم بتروح على على ساحة المحاربين بنشوف أنه كان عندها سلام مش طبيعي فبتقول لذا زائر الأسود سيطرت برودة مألوفة في معدة هدسة فدعت إلى الرب واقفة بثبات وقالت أيها الرب يسوع كن معي الآن كف بجانبي واعطني قوتك حتى أمجدك هكذا صلت وإذا بالسكينة تكتنفها من جديد مبددة الخوف وملئة إياها بالفرح لأنها ستتعذب من أجل الرب واو فهيدا السلام فهيدا السلام الذي يفوق كل عقل يلي بيمنحه الله لكل إنسان متكن عليه أمين أمين كلادات إذا بتعطينا عبرة أصيرة من كتاب الحب المحرر شو بتقيلنا هو اسم على مسمة بتحس إنه كل حب بيقصر حب الرجال لمرتو بيقصرها حب المرأة للرجال بيقصروا حب لابنة أو لابنتي بيبتلكن لكن حب الله هو اللي بيحرر حلا فالاسم مضبوط الحب المحرر لأنه هو حررنا ومين وحده بيستحق إنه نحن نروح لعنده ونقل له حياتنا بين إيدي أمين ليندا شو هي العبرة من صوت في الريح؟ العبرة موجودة بعنوانها للريوية صوت في الريح من بين أصوات كتيرة يعني واحد موجود بواسط الريح ما بيقدر إنه يسمع في أصوات كتيرة ولكن هدسة سمعت لصوت واحد صوت الحق صوت المحبة صوت الرب يسوع المسيح يلي هو فعلا بيكمل كمان فكرتها لأخت كلودات هو فعلا الحب يلي بيحرر أيضا فبشجع الكل إنه يقروا قصة صوت في الريح أنا بشكركم كتير كلاوداتو ليندا من أجل حضوركم المميز معي اليوم بهذه الحلقة استمتعنا بالحديث عن القصص شكرا ميلا مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم لكن لكل الأشخاص يلي بيحبوا يعرفوا أكتر عن هدسة وعن إنجل هيدول الأبطال الحقيقية يلي اتسموا بالشجاعة والحب والغفران ما لكم إلا تقروا هيدول الأصص وتحصلوا عليهم أنه فعلا هتتغير حياتكم ورح تكونوا أبطال مثلهم أنا برجع بشوفكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل إلى اللقاء شكرا